السلام عليكم جميعاً نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فاليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم هاد الحلوة دوازتي من أروع ما يكون شي حاجة وعرة 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 خطيرة خطيرة في اللطة فنتمنى أنكم تزعموا وتجربوها فمتأكدة أنها ما غاديش تخطى طويلة تحكم دي ما غا تكون موجودة عندكم في الدار فشي حاجة روعة روعة المهم أنا إن شاء الله غادي مو أنك تشوفوا الشكل تاحها زوي ونهكا وكان تعجبنا هكا الحلوة اللي ما يكونش فيها التفاصيل بزاف ولا اللي ما يكونش فيها الفينيسيون بزاف فشي حاجة من أروع ما يكون فنتمنى أنها تنال إعجابكم تفرجوا الفيديو للآخر باش تشوفوا جميع تفاصيل ما تنسوا ليش لايك تدعموني بها وتشجعوني بها أكتر فأول حاجة غادي ناخد زبدة بدرجة حرارة المطبخ عندي 250 جرام زبدة نباتية يعني انتعد لبواطات حقا فممكن جدا أنا قم تستعملوا الزبدة سبيسيال يعني ديك الغالية ديك اللي زوينة إلا استعملتوها نقصوا واحد زوج معلق ولا تلت معلق باش تجيقوم هكا زوينة وفي هاد النتيجة غادي نضيف على ديك الزبدة بدرجة حرارة المطبخ زوج كيسان انتع العنبة سكر سكر سنيدة لكن حاولوا أنا قم ما تعمروش الكيسان حتى الفوق باش ما تجيقومش قاطعة في الحلوة هادا بودرة الحليب فأنا خديت هكا البودرة نتع الحليب وحمرتها هكا في المقيلة المهم حاولوا أنكم تحضيوها لأنا في الساعة هكا كاتت حمار أنا درت تقريبا نفيت المص شويا انتم ما تقدروا تديروا النصف ولا تقدروا توفي وكيما درت أنا كتجي زوينة وعندها نفس النتيجة أنا هكا غادي نقبض ديك الزبدة وديك القرصان تاع الملح مع السكر الخشين ونأكد عليها أنكم ما تعمروش الكيسان نتع العنبالي أنا بزاف أخوات كنصب شي تعاليق هكا شي مرة ما كتنجح ليهمش مثلا الوصفة فيرضوا لعيب مثلا في ملت الوصفة فغي يعني يهتموا بتفاصيل شوفوا هكا يعني الكاس ما نقول لكم كاس معمر متاع الزيت راه يقدر يقوم باقي يعني ما شي معمر حتى الحافة فهمتوا كيفاش يعني حاولوا أنكم تركزوا في التفاصيل أنكم تفرجوا الفيديو باش تستفدوا هكا وباش تنجح معكم الوصفة ما تضيعوش راسكم فهنايا بعد ما خلطت ذيك الزبدة مع السقر مع بودرة الحليب وقرصن تاع الملح حاولت أنني نسم هاد الحلوة بوحل معلقة صغيرة من الروح النوازات ولا الروح الكراميل ولا إلا ما عندكم مش انتم هاد شي أراه تديرو غزوش صاشيات متاع الفاني قاضيين الغرض فأنا مين عندي هاد الروح عندي فالدار كنحاول أنني ندخلها هكا في الحلوة باش تجيلني كامتاحها مو ميزة جدا جدا وتعطيني كذلك واحد اللوين هنايا الكيسان تعزيت أنا كان عبر بالكيسان تعالعنبا وكانت تكلم على الكيسان تعالعنبا اللي كيهزو 160 مليليتر فكتحاولوا تديرو زوج قؤوس لكن شوفوا ها هما معا مرينش فصبت يعني تعاليه بزاف جاتني على الشبكية أنه مثلا تفرت تاتلي في المقلى فكان قوليهم عمرتوا الكيسان بزاف كتقولك آه عمرتوا حتى الحف أكيد ما غاديش تجيكم ميد ما هكايل عمرتوا الكيسان حتى الفم يعني أنا موريا في الفيديو كل شي تفاصيل كانت قاسمها معاكم وكان حاول أنني نشرح من قلبي باش هكا تشي حاجة ما تفلت ليكم لكن كاين المهم اللي ما كايلحظش أو ما يتفرش على الفيديو كامل فالمهم دم ماشي دم ذي المهم أنا بعد ما خلطت ديك الزيت مزيان ضفت أربعات البيضات أربعات البيضات هكا كبارات وغادي نخدمهم زيان كاتشوفوا الخاليط كيفاش داير غادي ولي عندي بحال هكا ومبادي ها كنحاول أنني نعبر معاكم دقيق فدرت أربعات الكؤوس متع الدقيق هكا معمرين مسوحين كيف ما شفتو وهدي نضيف واحد الكاس معمر مسوح متع الشوكولة ذي غميسال اللي كان في الكونجيلاتور راني خليته تقريب من واحد لعشر دقايق وانا كنحضر معاكم الوصفة جبتوا مباشرة من الكونجيلاتور باش ماددوش لنا ديك الشوكولة وزدت ها هو الكاس الخامس وها هو السادس المهم أنا متعودة هاد اللاغسات يعني نديرها ها كعيني ميزاني لكن بغيت على حساب لبنات المبتدئات باش هكا يعرفوا القوام ومبعدي ها غادي ينفوها تديروها تجربوها في داركم غادي تبقاوا تعرفوا القوام متاعكم يعني اللي تحبسوا فيه من دقيق المهم على العموم تقريبا درت الثمانية دلقووس وزدت واحد الكاس إلا ربع انتع الدقيق فأنا حسبتوا يعني وأنا في المونتاج هاتا كان منطي هنتم ما غادي تشوفوا درت هنا لحد الآن درت الثمانية ونص وحسيت بيها شوية بحال لي خاصتها واحد شوية وزدت ذاك الربع يعني عندي تسعة إلا ربع غادي نوريكم المهم الكاس كيفاش ونحاولو أننا ديما الحلوة ما تدلكش ما عادة بحال مثل الشبكية ولا المسمان ولا دوك الحويجات الغريبة ما عليش لاندلكت لكن الحلوة بصفة عمد وزدتها رهما يندلكش إن فوا تدلكو هرها النتيجة ما غاديش تلقوها هي هذيك وبالخصوص صابلي فكتشوفوا العجينة هذا هو القوام اللي بغيته أنا ما كتلتسقش وفي نفس الوقت كنحس بيها طرية كتشوفوا الكاس هاني غادي نمسحوليكم تبقى لي من تسعى الكيسان هاد شوية فواحد الخطأ أنا ديما 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 كيوقع لي هادشي الخمرة أحمرة كان نساها بزاف وبالخصوص من اللي كان كون نصور هكا بزاف دلمرات لكن بغيت نشارك معكم تا هاد المقطع أنكم إلا نسيتوا الخمرة أحمرة فهاد الحويجات متع الزبدة حاولوا أنكم تديروا هكا كتشوفوني كان فرق هكا الأصابع متاعي يعني ما ندلكش العجينة وإنما كان حاول ندخل في هاديك الخمرة أحمرة بلا ما ندلكها هانتوما كان فرق وكان ولي غيت ما نجمحها صافي وعطتني النفس النتيجة يعني باشي لو قعتليكم تانتوما أخواتي تعرفوا كيفاش تديروا تصرفوا ره الحلوة ما غديش تضيع هنا يا المهم أنا درت العبار نتعكل لوحدات قريبا 25 جرام بالنسبة للأخوات اللي يبغيوا العبار بالقرام وإلا بغيتو غي هاكا في الكاف نتعلي الدين غدي تغلقو هاكا صباحكم تجيكم هي هاديك 25 جرام صافي جبت شوكولاتا كوكيز الممتازة طبعا وجبت كذلك سكر سانيدة اللي خلطو هاكا بواحد صاشين تعالفاني وغدي نحاول أنني نقورها وفي نفس الوقت نديرها هاكا شوية مقببة مهم بالنسبة للناس سرها سهلة غي حاولوا معاها إلا ما عرفتو شو تديروها غدي تقوروها عادي طبعا ما كانت تشي مشكيل وبهاد المرشن غدي نحاول نضغط عليها هاكا باش تعطيني ذك الشكل اللي كيكون في اللح كتجي شي حاجة من أروع ما يكون صراحة في اللدة شي حاجة واعرة واعرة لبنات وهاكا غدي نحاول ندير دوك شوكولات هاكا في دوك الحفيرات كتجي زوينة وإنتو ما إلا ما كانش عندكم خو هاد المرشن تقدرو تستعملوا أي مرشن كان عندكم في هاكا روصن يعني غي هاكا المهمتما المهم لا غسات هي الأساس أنا كل مرة باش كنديرها كل مرة باش كنديرها المرشن ولكن يعني كتجيزوين ذيك الشوكولات كتجيزوينة هاكا من الفوق من اللي عاطية من نظر هاكا المهم غدي نزيد نكمل أنا على هاالطريقة نقوار في نفس الوقت ندوزها لياب لايك واشتراك في القناة والبرتاج كذلك ودخلتها للفران طيب حاولوا أنكم تديروا لها لون مواحد طيبوها عادي طيب الحلوة البلدية من اللي تهبطوها لتحت تحضيوها من النار خليو الفران محلول وانتم تهبطوها لتحت هاكا باش يتهو الفران وما تبقاش فيه هذيك الحرارة الكتيرة لأن أصلا لون هاكا تشوفوا لون العجينة كيكون يميل للمارون فحاولوا أنكم طيبوها علم هيل وتعطيوها وقتها واختر خطرات قلب وصني باش جيكم لون مواحد وهذا هو الشكل نهائي خرجت لهذه العجينة هاد الكيمياء اللي في الطبصيل الكبير وكذلك اللي في الطبصيل الصغير شي حاجة روعة روعة المهم التمن ديالها هاد الحلوات أنا كان خرجها بخمسة وستين درهم للكيلو حتى لسبعين درهم دكشي على حساب المدينة والسلام عليكم